احنا على المباشر اذا اهلا وسهلا متابعين الكرام متابعي قناة شوفت بقناة شعفة البت المباشر هنا مباشرة من مدينة سطوان متابعين الكرام نستضيف من خلال هذا المباشر جد حول محله اللي هو عبارة عن مواد غدائية متابعين الكرام الى متحف يعج بالمعالم الدينية والتاريخية وكذلك العالمية متابعين الكرام كيف تشاهدوا معنا من خلال هذا الصور يعني صراحة كين ابداع والاشارة متابعين الكرام فهو اعتمد على مواد اللي هي بسيطة جدا متابعين الكرام مواد طبيعية الخاشب وباقي الاشياء الاخرى متابعين الكرام وكيف تشاهدوا هذا الابداع هذا مسجد فهو في طور ديال الاعداد دياله كيف تشاهدوا معنا متابعين الكرام كل أبواب ديالو كين هذه اللواحات ديالو يعني مجرد معي ينتهي منه وكأنك فعلا داخل مسجد بمعنى ما تحمله الكلمة متابعين الكرام كين دروش ديالو ومدروش ديالو متابعين الكرام كيف كتشاهدو كذلك كين المحمل كذلك كين المنبر ديال الإمام متابعين الكرام يعني تقريبا حتى داك الأكسسوار اللي كيكون داخل متابعين الكرام فهو ما كيشتغلش ما كيديرش هذا يعني هذا التحف متابعين الكرام يعني غزوة من بره فقط إذا لاحظنا هذا بتلا هذا المنزل متابعين الكرام فغادي نشوفوا بأنه يعني مجهز من داخل كين الأتات من داخل متابعين الكرام إلى جانب متابعي قناة شفتابي قناة شعب يعني الإنارة كيف كتشاهدو معنا من خلال هات الصور ومن خلال هذا البت المباشر كيف كتشاهدو معنا متابعين الكرام كذلك هذا الفران كيف كتشاهدو معنا بجميع الوسائل ديالو يعني فران تقليل الخوف زائية وكذلك الرحة متابعينا الكرام المطرح كذلك هاتس طال هدايا باش انه كيقوم يعني بتنظيف يعني هاد الفران الطبيعي متابعينا الكرام هاد النخلة الجميلة متابعينا الكرام كيف كتشاهدوا معنا من خلال هاد الصور احتى للمواد البلاستيكية يعني كين ابداع متابعينا الكرام وبطريقة اللي هي بسيطة وسهلة جدا هاد منزل كذلك احتوى مجهز من داخل كيف كتشاهدوا معنا من خلال هات الصور في الانارة في الاتات من داخل متابعينا الكرام يعني وبمواد اللي هي بسيطة جدا كيف كتشاهدوا معنا من خلال هات الصور ديال الطراس يعني صراحة اشياء اللي هي جميلة جدا متابعينا الكرام اللي اشارة فهذا المسن او هاد الشيخ او هاد الجد متابعينا الكرام فهو ما عندوش امكانيات باش انه يقوم بتسويق هاد المنتجات ديالو فهو هنا يعني هالتوحف هدي منسية هو كذلك منسي بغينا من خلال هاد المباشر انكم تبرطاجوا باش كين ناس اللي كي بيحتوا على ميتل هاد التوحف اللي بغيين يشريها وبغيين الحاجة اللي معدلة يعني على اليد الحاجة اللي هي فيها الصناعة التقليدية فيها الابداع وبغيين يشريوا ميتل هاد التوحف ولكن ما عارفين شفعين بالنسبة للمحل اللي كانت واجدوا فيه متابعين الكراف احنا كانت واجدوا على مستوى حي البربوري هاد الحي الشعبي متابعين الكراف والمحل دا السيدة فهو بالقرب ملعب القرب وكذلك من السوق ومعروف هنا يا شنو كيقول لك الواليد لا لا نتين وسمسطاف المربط فهو معروف بهاد الحي ديال البربوري المتابعين الكراف اللي كيف ما قلنا فهو قريب على سوق القرب وكذلك ملعب القرب وذي بقي التوحف كيف كتشاهدوا معنا والجميل متابعين الكرام متابعي قناة شفت في قناة شعب فهو عنده احتاء الخط العربي الاصيل كيف كتشاهدوا معنا من خلال هات الصورة دياله وحات مكتوبة بالخط العربي الاصيل ومعتمد فيها على غير على الخشب متابعين الكرام يعني مكنش الميداد ومكنش يعنيش السيباغة هاد التشكيلة ديال الخط العربي فهي فقط باللوح متابعين الكرام كيف كتشاهدوا معنا هذه الشجرة ديال الانبياء صلوات الله عليهم جميعا متابعين الكرام كيف قلت فكين ابداع صراحة هذا هو الهدية ساحة الجلاء اللي معروفة هنا بمدينة تطوان بالحمامة البيضاء يتوسطها متابعين الكرام المدفع بالنسبة للناس اللي ما عارفينش فين كين ساحة الجلاء فساحة الجلاء فكين بالقرب من ضرط طير اللي كين على مستوى المشوار السعيد والقصر العامر بالحمامة البيضاء هذا برج ايفن يعني متابعين الكرام برج ايفن للأسف شديد ما مخدمش يعني بالأضواء دياله بكل شي دياله كيف كتشاهدوا معنا وكله مرسم باللوح كيف كتشاهدوا معنا من خلال هاد الصور يعني صراحة ان اشياء اللي هي جميلة ونادرة يقوم هاد الجد يعني متابعين الكرام يعني بالصناعة دياله بعتمدا على اشياء اللي هي بسيطة جدا يعني بالخشب وبعض المواد الطبيعية متابعين الكرام والشيء الجميل انه يعني حتى الضوء والكهرباء فهو كيقوم بالايصال دياله كيف كتشاهدوا معنا من خلال الصور تضل تضل الوالد هذا بورج ايفن هاد هالأضواء دياله الزرقاء يعني اللي كدرمص للعلم الفرنسي تزين هاد كيف كتشاهدوا معنا من خلال الصور والشخص اللي كيف دعه هو معنا السلم رابط هاد منزل كداريك عمي المرابط قلنا غشي غشي كلمة بسيطة صحابي واقع بالنسبة لي لك عمي المرابط قلت لي انتينا هادي كنت تعيك تضيع الوقت للفراغ ديالك حتى تلقيت راسك فجأة انا نفس الشباب لم يكن هناك بالحال لديه مرابط لديه أشار رميت غالب الله للبادي يختم من الجار تعاليك ما يقولون لك هذه التروفر مثلهم لديه مرابط واجه دياله مساء واجه نسكسف عليهم ونسكسف عليهم ونسكسف اليهم ونسكسف عليهم في أمل وحفظه ابدت كنعدل هادي مورا هادي هادي مورا هادي مورا هادي بعد فقدراني هناك تتحقوا لي اصحابي قال بي خوزي ناقضي على الوقت ما ولكن من اللي اقتضى الام وشروه لك شي تعدل على الطريقة الموثلاغ قالوا لي زمانة ببلك زمانة تشيرها ما يتحشي على العقل دور الشيطة المهم زي النقص مايلا هيداك ما تشير يالله يالله ناقضي المسائل ناقضي المسائل واحد النهار انا ناقضي المسائل اول حاجة اللي عدلتها هي هادية هي هادية وجهت متسكونة لكن شوية صبار وشوية العقل وإلا ما كانشي صبار وما كانشي العقل ما غديروه له مارفي يالولدي قال لي شافني كنضرب هذا المرفوع قال لي يالوليد وكتحب مقرس كما وكتحب مقرس كما قال لي شو برقبار ولي بريتي رغوط ولي بريتي وانا نجم الملخزين شوفت انتحقت له وقال لي قال لي علش وقال لي وانا باوهو لا سولني شي واحد وقال ليش كنعدل هادية كلهم يدي عدلوها ماشي شريطة من الخزين يعني كان نعدل المسائل بيدي اما الحاجة اللي كتباه لازم مرض الزوقة اللي كتخرجو لبفة بلغة زي ربش يعني ما كانت حملش معهم معني غارة يوم كخني الحاجة اللي كتعدل الديولة بس هذا منزل اسباني نعم وفي شوية ديال الاندلوسي وعلى ديكشيانة باش عدلته هيدا عدلته هيدا عدلته هذي بالقرم والديال ومسائل الديال وقاملة يعني هنا أنا كين في إفرانضة وألمي لكين شي مناظر فالعيدا ولكن الأغربية خلالة هذي يكوني على سبب مره على سبب النظر من النظر الخارج ونار لسانيتين صغربت في راسك يعني كيف سناعتها تحب هذه يعني المشكلة يا للي كان بدأ نخدم كان نخدمي لللاي كان عدل حاجة كان عدل حاجة كان عدل حاجة ما عليك السبب شوية كان بدأ نعدل حاجة الحاجة وإلا ما عجبتني شي ما نخليهاش نزولها نعدل حاجة دي تدعجوني و إذا أعطيت الحاجة و لم أعجبتني شيئا كذلك النصاري الذي سيشوفها نعجم بشي و ليس كذلك نحن أخذني رضي القلب لنا و النفس لنا بالخدمة التي كان نشوفها لكي يرى قال الله عمر أسلعه شركيات و أكملنا هذه و أخذنا بها و أمزل المسائلة لدينا نوحباب ركو كبير و يوجد جيرومتر 9 و هذا الفدان الفدان القديم و ليست الفدان هذا الذي عده هذا مفاخر يعني أعني أنه يجب أن يكون أصلي بكل سدياله و بكل سخرفة دياله و بكل مسائل أنت قلت لي بأن الإشكال الذي عندك عاندك المنتوجات ولكن لا يعرف أن تسوقها لا يعرف أن كل من هؤلاء الناس الذين سيشيرون من عندك هذا الشعر الحمد للأولاد لأن الحومة فين عشان الحومة فقيرة يجب أن يتكافى مع الخبيزة ومع ماطيش لا يجب أن يشير القدرة لن يخلص هذا الشعر أنه ي dolly ولكن لا يعرف one لا يعرف ان هذا الشعر لأني فشكي يتكون فيدي أحد فرنسماوي هناك، وأنا قد يتقدم و أصبحت أن أقوم بسرعة و يتوقفوا في منع هذا فقريتا وما أرأيت هذا و أعلم إذا كان لديه فرنسماوي وكما أقوم بالمعارض لتعامل المطريات التي تتمكن من أكثر في المطر يدونها مترو وقف وسيلو هذه المطرات التي تعمل فيها الجميلة التي تعمل فيها وهدية؟ لا لا فنطلح على دورنا لذلك وحسب الفرنسيينيا في الصغرب قال لي يجب أن نضربوا لي لك أن تعدلت شيء هدام وشيء غيب عليك أولاً عهدني قال لي يودي وأنا أخرى في فرنصان ونجمع لك هذا المطر يحتاجون مناية ونجمعهم ونسقهم لك ولكن للأسف لم يرجعش نعضروه 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 لأنه يجب أن تكون في الدنيا في المسائل اليلي أقول أن المسائل المثال هذا الدار مغربية هذا هو الشدار ديالك؟ لا لكن هذا الدار عندي فيها تاريخ تاريخ بالحوانس ديالة بالمكانة ديالة كل شيء بالغارجة ديالة بالمسائل ديالة كل شيء بالغارجة بالنسبة لي يشربة دار هيا يسكت ما هي بني ما هي يا صاحبي؟ أقول بسيدة كيف أريد أن أكون بأشخاص ذاهتم؟ أخريك يعلم من بعضنا حال جميع هادي يد دار في غارتنا رأيه بادي إذا من الدار لدينا جميع لدينا ديالة أتقنتها أتوقف عندنا وليس في البنية لأنني أعرف دخلي دياله شنو فيه كامل إذا نحتمل الدخل مفرشة بنفس الطريقة بش بش بناتنا لا هدي ما مفرشاش يعني كان باقي لاحق شوي مبيق على إياما أخذي بش صار شتك أنا يطلع طاعة شردية البيفان وعدت المسائل صافي ما بغا تفرش أما هدي الله هدي أخدمتها أي حتى الاحتشرا جب دياله والبيفان دياله باللون القهوين يعني شوفوا معنا متابعنا الكرام متابعي قناة شرطة في قناة شعب هذا المنزل اللي غادي نحاول أنا إلى أن نركز عليه هذا shock شوفوا ها القراجات دياله هالمدخل دياله هالبالكون دياله البالكون د دياله والماء والكهرباء والمحلات التي يوجد في الأسفل هذا الطابق الأول المتابعين الكرام بالنوافيد والبيبان وكذلك الطابق الثاني المتابعين الكرام وكذلك السطح المنزل وكذلك الغرفة التي يوجد في السطح يعني نفسها متابعين الكرام بصورة طبقة الأصل قل لي الحكاية ديركي بس لحاجة المنزل الحكاية المنزل كان صحبي ولكن صحبي ليس صحبي ليس صحبي ترشو زيت مع الطريق أو صحبي كان نوكي ولا الحيط يعني أنا عيش بيجيك الله يرحمه هذا المهم بقينا كأوة تقريباً من العائلة تقريباً شي حاجة من العائلة كأ طرق لي واحد من في كل مكان قليلاً يقلي أن يجدون ما يحصل والربح بكذا قال لي هذا أسس على الاوت لكن فهذا أسس على الاوت لكن أسس على الاوت وسيأتعرف المنزل وango بادي وعسلك وأضحكي تعيش من بالجيك ما تقول له هذه المناسبات؟ يدخل على الرحمة والمخبرة ولكن الوفاة ديالوجي جرتني صعيفة يعني جرتني صعيفة لما اقترتش نتصور الوفاة ديالوجي جرتني والجنازة في الريف موشي احتنا من بلجيكنا الريف بلجيكنا الريف موشي لاحظة نج許 جراحة وترجعنا لهذه البورج ايفون كيف جتك القرارد الإبتكال؟ هذا البورج ايفون نعم بلقي عدلتنا بلقي عمي بلقي عدلت شي بلقي عمي بلقي عدلت شي بلقي عدلت شي لا نقوم بلقي عدده وشي من خيال يعني في عدونا ما انتهي قلت ألالي له لولدي قلت ونضي أنا برج إيفان باري يلوى الله يطلعني في عندئ يتدرك الكامل لنخسني شيء فقد يطلعها قال لي ها هو فنق قال له أجيب للصور جاء بل صور قلت للمشاهد برج إيفان قال لقد انتبه في المسائل وقد أعدي له المسائل خدمين لصنا? للأسنى لكل ما لديها للأسنى ياساك 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 الحلقة هي ماشية ولكن يكون عندك الصبار وتنسي على الخطر ما كان شي صبار وتنسي على الخطر ما غدير ولو فراحة هي لي يعني اذا ما كنتش معلم هاتش هدايا الوقت الفراغ ديالك قلت شوية شوية تلقيت راسا بنعلم انا عمري ما خدمت نجار بعد اول اوز ما ناشي نجار فكان ربش انها نوقعت لي في ناشي درع دي في الصناع التقلل سولني وجاو تشافوا المسائل قال لي اشعال تعدمتي في الصناع التقليدية وشعال تعدمتي بالنجارة وانا عمري تعدمت النجارة وعمري مشي من الصناع التقليدية الشي كان عنده غمنا اسمح ومشي ابحلو ما ما عندنا غيرت وانا بل كيش اني كنا ادل اشياد اكيقول هادا سبيسي يالي استنجار وانا عمري من شهر ما شديده بيدي فاشر قدم المعلم عني هوايا عند ربي الشيء الجميل هو الخط العربي هادا هادا الخط العربي اللي عندي في هذه اللواحات لا اسمح لي هاداك الخط ليش هادا هاداك الخط ماشي ديالي يعني من نفقش نقول لك هاداك الخط ديالي المتعط فيك يصورو كنصورو ايا وكنجي كنصطاب اللوح بقنصدن بيها انا عدلانيشن قاد وحسين انتما وحب المهار شافني كنا عدلاتش هذا وقا يجوف انا مديتش في بني بمكوين عمالشغول كندي اشي بش واحد الموهم شف حالو قوز ماتا يسر ورجع اقل لي يا الشريف قد له نعم اسدي أنا موجود قل لي هاداك الخط ألي قلت له لا اخي انا ما عنديش الخط قل لي منك نجيذ الخط هذا قل لي كان احتاجتي سورة بغيت نعدلها قام جيك نصور سورة القرآن قام جي نصور جيفه بطوكوبية حسنا يترك مجفه له قال لي اصبر علي شي حاجة الموهم شجيك لأني قل لي اصبر علي ما هو نصير مجفه له ولا مفرصي ما يعود لقد داليالي جاء لقد داليالي جاء بلي مصد الخطوط على كل نوع هذا الشمدوار هذا العثماني هذا العربي هذا قالي بسم الله شبرت يعني من الحمد يالي تشكتط أنا كنت يبديك الخير هذاك قلت وإذا باقي الناس كي يبغيون باقي الناس كي يبغيون المساعدة هذا المهم قلت وإذا بذلك قال لي خطر الخط لأي اللي حبيتي وكان لأي اللي أعجبك خطره ومشي صوره وعطيني ديالي لك شي دا ملتا عجبني كامل ومشي صور طول أغداد دياله وباقي الناس باقي ما نقول لك باقي تقلبهم الرحمة لكي أمود وقلت كذلك لأي اللي حبيت السفل بشكل عقول 10 حسق باركو tow ايه باركو tow باركو هرب لا أحب لا أحب لا أحب ماذا؟ كنت أخرا فيه شنوقين نعم رقابة لهم الله أفصل لا أعطي شيء لها بدفق نعم أعطي شيء لها برودة مع دليل برودة تبين نوية إن شاء الله عندي أن تصاد ونوية كنت تسخانة واش ماش أقول لهم سمحي أنا وتسخانة لم يكن تصار شيء يعني بالنسبة لي أنا من اللي كان هاوة البحار لم يكن هاوة شي نجيب الحوت كان هاوة نرتح كان هاوة البحار كان جفر واحدا في الحال لم يكن تصور شيء في البلديني لم يكن شيء الحوت وكهد على الحجر وقد أتأمل في مرق الله في البحار مرة طاياح مرة لعس مرة علي مرة ملك الله لا يفعلوه في ملكه ما يشع وسخانة له وسخانة كي يكون بحار طاياح كان هاوة البحار باش نصاد كانت رامع الصب سلت عفلش لأن السخانة كل شي كي هاوة ليصار بصغير والكبير في المرأة بالراجل لا يحترموش السوك الله يرحم منك لا يحترموش السوك وانتا قادة بقى سكت الصبع ويجي أخر من فوق منك وصيف عليك اللعنصين فوق لا نعم 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 دعوش السخنة كان المرة وانتا قد تشتوها ولم يكنك البرد المرة الناس لنا لم يكنك يعطيك لهم في الساعة كانت مرتاح وكما تشتو لدي المرأة وعندما تشتو وعندما تشتو وعندما يشتو وعندما يشتو أنا أقول أنه سخنا هيبهن الصاشفية مغالبت الله أمثال والأت MASW أقول أنه أحد أسمية الإنسان بالأحد أسمي الإنسان و أنني أجد أن أambre إلى لقوات الإنسان أنا أدرك أليها لكن أنا أبدا من أخرج لدى لا أصبت أي شيء ولكن أصبرتني أصببتني ليليا والبرودة مع هذا البيت المغالب أثر عليها لم أصبب أن أتحرك بسف او ان شاء الله يزوك شير. الله يرحمي وليدي. الله عزيزي. اذا متابعينا الكرامة متابعة قناة شوفتها في قناة شعب كانت هذه القصة ديال الجد اللي حاولنا انا نزوره في المحل دياله ديال البيع المواد الغذائية وهذا التحف اللي بغاش يتحفى معان تصلي مرابط ديالنا ما عليه الا انه يزور حي البربوري. قلنا الرقم ده تليفون ديالك حفظه. اه الرقم اه ايه افه. اذا ما كنتش يحفظه هو عندي. اه 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 ا ورحمة الله وبركاته